بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجبعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في التقنية الرقمية ثلاثة إثراءات واحد سنتعرف على أساسيات تخطيط المشروع وماذا تحتوي من مصطلحات لاحظ عزيزي الطالب أول كلمتين أو ثلاث في الجملة إن عدم وجود خطة لإدارة المشروع إذن إن عدم وجود خطة في حالة عدم وجود خطة عدم تجهيز مراحل لهذا المشروع ماذا سيحدث؟ إذن عدم وجود خطة لإدارة المشروعات يؤدي لغياع الوقت وضعف الأداء ومن أجل ذلك يجب علينا تجنب هذه المواقف وتعيين إدارة لهذه المشروع بخطة متكاملة المراحل تعرفنا في الحصص الماضية ما هي مراحل إدارة المشاريع؟ إذن السؤال ما الفرق بين المشروع وإدارة المشروع؟ تعرفنا في الحصص الماضية ما هي المشاريع وما هي إدارة المشاريع؟ سنتعرف الآن على المشروع المشروع هو سلسلة من المهام والأنشطة الواجب إنجازها خلال إطار زمني وميزانية محددة للوصول إلى منتج أو الخدمة أما إدارة المشروع هي الآلية والطريقة للوصول إلى هذا المنتج ولهذا نقول هي العملية التي تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق لتحقيق أهداف محددة في زمن محدد وميزانية محددة إذن مشروع وإدارة المشروع وذلك بتحديد المراحل والتخطيط لها فوائد إدارة المشروعات إذا كان هناك لمشروعك إدارة وخطة فأنك تقوم بتوفير الوقت والجهد بالتركيز على الأولويات توفير الوقت لإنجاز المشروع وتقليل الجهد والتكلفة على فريق العمل التغلب على الصعوبات والتقليل من احتمالات الفشل إذن في مرحلة من مراحل التخطيط إدارة المخاطر تحقيق درجة عالية من المتابعة لكل مشروع يوجد له مدير مشروع هو المسؤول الأول والأخير عن إنجاز المشروع بأكمل وجه في حدود الميزانية والوقت التكيف مع المتغيرات لكل مشروع تطرأ عليه الكثير من المتغيرات يجب التقلب عليها إدارة الميزانية المخصصة للمشروع بفعالية إذن من إدارة المشاريع يوجد لدينا الميزانية المخصصة وهي تكلفة المشروع مثلث إدارة المشروع من ثلاث عناصر يسمى بيه المثلث إذن هو النطاق والزمن والتكلفة لضمان جودة المشروع يجب دراسة التقيرات التي يمكن أن تحدث في هذه العناصر الثلاثة إذن عزيز الطالب ما هو النطاق؟ النطاق هو المهام المطلوبة لتحقيق أهداف المشروع الزمن هو الجدول الزمني للمشروع للوصول إلى المنتج بجميع مراحلة كل مرحلة لها وقت محدد التكلفة هي ميزانية المشروع إذن عزيز الطالب نتعرف على ما المقصود بتخطيط المشروع وما خطة المشروع يقصد بكيفية إتمام مشروع في إطار زمن محدد بمراحل محددة وموارد معينة إذن يدور تخطيط المشروع على إنجاز المشروع في المدة المحددة ووفق الميزانية المحددة وتحديد مراحل محددة وموارد معينة إذن كم نحتاج من الموارد المادية كم نحتاج من الموارد البشرية وغير ذلك بما فيها عناصر المشروع وهي النطاق والوقت والتكلفة إذن ما هي الخطة ومن الذي يحتاج هذه الخطة أحسنت الخطة هي وثيقة رسمية يتم عدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع وهي واحدة من أهم أجزاء عملية إدارة المشروع إذن مدير المشروع يعد خطة لمتابعة ومراقبة سير العمل عناصر تخطيط المشروع وهي ستة عناصر تحديد النطاق نطاق المشروع من خلال تحديد أهداف المشروع والنتائج المرجوة وأصحاب المصلحة أصحاب المصلحة اللي هم ملاك المشروع تطوير خطة المشروع من خلال إنشاء خطة مشروع مفصلة تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية تحديد المخاطر تحدد المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء إنشاء المشروع وضع استراتيجيات التقلب عليها أو التخفيف منها تحديد أدوار ومسؤوليات المشروع من خلال تحديد أعضاء الفريق المشاركين في المشروع وأدوارهم ومسؤولياتهم إذن تحديد معالم المشروع بتحديد نقاط مهمة يمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى في حال الانتهاء من المعلم مثلاً في المثال السابق الذي تم دراسته من خلال المسرحية عمل لبروفات معلم رئيس للجاهزية للعرض الأول مراقبة المشروع والتحكم فيه من خلال تتبع سير المشروع والتحديد المشكلات التي تطرى علي إذن الإجراءات التصحيحية حسب ما يراها مدير المشروع فوعد تخطيط المشروع من حيث تحسين النتائج اللي هو من خلال تحديد أهداف المشروع بوضوح وإنشاء خطة مفصلة للمشروع ومراقبة التقدم بحيث يمكن لمدير المشروع التأكد من اكتمال المشروع في الوقت المحدد إذن إذا تم تحديد أهداف المشروع وتم تحديد المتطلبات فذلك يعطينا نتائج أفضل نتائج للمشروع خفض النتائج خفض التكاليف خفض التكاليف إذا تم تحديد تحديد متطلبة الموارد وتخصيصها بكفاءة من ما يقلل من احتمالية تأخير التنفيذ وإعادة العمل مرة أخرى إذن إذا قمت بتوفير الموارد بالقدر الذي يحتاجه المشروع من قير زيادة فذلك يحقق انخفاض في التكاليف أما زيادة الكفاءة فذلك بتعيين الكفاءة من الموارد البشرية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتحديد الإجراءات وعطاء الصلاحيات والمهام للأشخاص ذو الكفاءة تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة لهم من لاك المشروع أو من لاك التطبيق حتى يكون في تصور وتتوافق توقعاتهم مع نتائج المشروع إذن يكون مدير المشروع على أطلاع أصحاب المصلحة بمراحل المنجزة من المشروع تحسين إدارة المخاطر من خلال تحديد المخاطر المحتمرة ووضع استراتيجيات لهذه المخاطر مثلاً عطل فيه محرك عطل فيه معدة يمكن استبدالها أو استعجار معدة أخرى لتوفير البديل وعدم تعطل المشروع تكلمنا إذن مصطلح أصحاب المصلحة تكلمنا عن مدير المشروع إذن من هو مدير المشروع وما هي سماته وما واجبات مدير المشروع إذن يؤدي مدير المشروع دوراً رئيساً في المشروع حيث يعد المسؤول الأول عن إكماله بنجاح تتمثل وظيفة مدير المشروع في التأكد من أن المشروع يمضي خلال إطار زمني وفي نطاق ميزانيتها المحددة إذن المسؤول عن المشروع هو مدير المشروع أن امتلاك مدير المشروع خبرة وخلفية متعلقة بالمشروع تعتبر إضافة كبيرة لنجاح المشروع طيب ما رأيك في أن مدير المشروع الجيد هو الحازم الذي يصدر الأوامر فقط إذن مدير المشروع لليه فريق عمل هل في رأيك أن المدير الجيد يقوم بصدر الأوامر فقط أحسنت لا أرى ذلك أن مسؤولية مدير المشروع تجاه الفريق هي الدعم وتيسير والتحفيظ والتأكد من التزامهم بأدوارهم وتذيير الصعوبات التي تواجههم إذن مدير المشروع يكون معزز وموجه ودافع لهم لإنجاز مهامها ما رأيك في إدارة المشروع أنها تقتصر على التحكم بالمشروع فقط أحسنت أن مدرستك تريد المشاركة في مسابقة الروبوت إذن تريد المدرسة المشاركة في مسابقة الروبوت ما واجبات مدير المشروع التي يتوجب عليه تنفيذها إذن المسؤول عن أي مشروع هو مدير المشروع إذن ما هي واجبات مدير المشروع من واجبات مدير المشروع تطوير خطة مشروع لمسابقة الروبوت تطوير الخطة اثنين توظيف فريق عمل المشروع لمسابقة الروبوت يقوم بتوظيف فريق العمل وقيادة وإدارة فريق المشروع لمسابقة الروبوت تحديد الجدول الزمني المشروع لمسابقة الروبوت تحديد كل مراحلها يقوم بالوضع الجدول الزمني وقت البداية المشروع ومدته ونهايته ومع كل مرحلة من مراحل المشروع خمسة تعيين المهام لأعضاء طريق المشروع مثلا مشروع الروبوت يحتاج إلى البرمجة إلى التركيب إلى التصميم إذن يقوم بتعيين المهام لأعضاء طريق المشروع وبعد ذلك يقوم بتقديم التقارير المحدثة بانتظام للإدارة العليا اللي هي أصحاب المصلحة مثلا تكون إدارة المدرسة بعد الانتهاء من إعداد الخطة لمسابقة الروبوت يأتي بعد ذلك بعد أن حدت واجبات مدير المشروع لمسابقة الروبوت في مدرسة اكتب مراحل دورة حياة إدارة المشروع لهذه المسابقة لقد تعرفنا ما هي دورة حياة إدارة المشروع اللي تبدأ بالبداية وتنتهي بانتهاء المشروع مرورا بالتخطيط إذن مرحلة البداية يتم فيها تعريف مشروع الروبوت وترخيصه حيث يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد أهداف المشروع ونطاقه ومتطلباته إذن في مرحلة البداية يجب معرفة التعريف عن المشروع لمعرفة مشاكله ومعرفة تحديد الهدف من المشروع ووظيفة هذا الروبوت والترخيص المطلوب من بالاتفاق مع أصحاب المصلحة تأتي مرحلة التخطيط التي يقوم فيها فريق المشروع بوضع خطة مفصلة تحدد المهام والموارد والجدول الزمني لتحقيق أهداف المشروع بعد التخطيط تأتي مرحلة التنفيذ مرحلة التنفيذ يتم فيها وضع خطة المشروع غير التنفيذ ما تم التخطيط له يقوم فيه تنفيذة حيث ينفذ فريق المشروع مهام وأنشطة محددة وفقا للخطة بينما يراقب مدير المشروع التقدم ويدير الموارد بعد ذلك مرحلة المراقبة والتحكم يتابع فيها مدير المشروع التقدم والأداء ومقارنة مع الخطة المكتوبة إذن يقارن الواقع مع ما هو مكتوب في الخطة وتحديد فيها أي مشكلات أو أخطاء فيها الخطة لاتخاذ الإجراء التصحيحي إذن يقوم بتصحيح الأخطاء إن وجدت مرحلة الإنهاء يتم فيها الانتهاء من المشروع وعرضه للمسابقة إذن هذا عزيزي الطالب مثال على استخدام مراحل دورة حياة المشروع وبإمكانك أن تقيس هذه المراحل على أي مشروع يطلب منك هل تفضل العمل الجماعي ضمن فريق أم العمل الفردي؟ بضح جابتكم إذن العمل الفردي والعمل الجماعي إذن المشروع يتكون من مدير المشروع وفريق عمل فريق العمل هل تفضل أن يكون العمل الجماعي أم عمل فردي؟ عندما يعمل أعضاء الفريق معا يكون قادرين على مشاركة خبراتهم لتحديد الموارد المطلوبة إذن يكون قادرين على مشاركة خبراتهم يكون لكل منهم تصحيح وجانب في التخصص الذي يبدع فيه يعزز الإبداع والتعلم يمزج نقاط القوة لدى أعضاء الفريق مما يوجد نوع منه التكامل يعزز بناء الثقة يعلم مهارات حل النزاع ويعزز الشعور بالانتماء إذن العمل الجماعي له فوائل كثيرة ويعزز الشعور بالانتماء ويعزز الثقة بالنفس إدارة التكاليف إدارة التكاليف هي عملية تقدير التكاليف المرتبطة بالمشروع والتخطيط له والتحكم بها وهي تتضمن إنشاء الميزانية إذن لكل مشروع له ميزانية محددة ونفقات محددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ويجب مراقبة صرف هذه التكاليف لكل مرحلة ولضمان اكتمال المشروع ضمن الميزانية المحددة إذن عزيز الطالب ما أهمية إدارة التكاليف؟ إذا يوجد هناك إدارة التكاليف إذن يوجد لدينا أنه يمكننا التحكم في الميزانية وعدم تجاوزها ويمكنك إصدار تقارير مالية دقيقة في اتخاذ القرار وتمنع تجاوز حدود الميزانية ما الفرق بين نطاق المشروع وزمن المشروع؟ أحسن نطاق المشروع هو الأعمال والأنشطة الموصلة للمنتج أو الخدمة أما زمن المشروع فيتضمن وقت المشروع كاملا ووقت كل نشاط ومهمة داخلة ما الفرق بين التخطيط وإدارة المشروع؟ إذن مصطلحات قريبة من المشروع ويجب إيجاد الفرق بينها تخطيط المشروع هي عملية تحديد أهداف المشروع ونطاقة وستراتيجيتها إذن قمنا بتحديد الأهداف أما في إدارة المشروع تنفيذ ومراقبة تلك الخطط لتحقيق أهداف المشروع يركز تخطيط المشروع على النطاق والمهام والأنشطة وإدارة المشروع تتضمن تنسيق الفريق وإدارة الموارد وإدارة الوقت إذن بمعنى يوجد لدينا النطاق يوجد لدينا موارد بشرية وموارد مدية نقوم بإدارة هذا الفريق وتحديد احتياجات الموارد وتحديد الأولويات في تخطيط المشروع نقوم بتخطيط الموارد وجدولتها وتقييم المخاطر وإدارة المشروع على تخطيط الموارد إدارة المخاطر وحل المشكلات برامج إدارة المشروعات عند اختيارك لأي برنامج حاسوبي يجب عليك معرفة حجم مشروعك وحجم الفريق وبعد ذلك هناك أدوات من ضمنها أدوات تقوم بمساعدتك على إدارة المشروع ومن ضمنها مايكروسوفت بروجكت إذا كان مشروعك حجمه كبير أما إذا كان للمشاريع المتوسطة والصقيرة فهناك أداة من الأدوات وهو برنامج جانتو بروجكت يقوم بإعداد ورسم مخطط تخطيطي لجدول زبني يساعد فيها التخطيط والتنسيق وتتبع مهام محددة في المشروع إذن تعرفنا في جانتو بروجكت إضافة الموارد، إضافة الأدوار، إضافة الخصائص إذن نقوم وإضافة المهام وتحديد التقدم وتحديد المعلم والأولويات بين المهام وبإمكانك تحميل البرنامج وهو برنامج مجاني ومفتوح المصدر إذن مع طرق تحديد أولويات المهام يوجد لدينا طريقتان طريقة ABC وهو أعطاء رمز A أو B أو C وذلك A للمهام المهمة والعاجلة وB للمهام المهمة وغير العاجلة وC للمهام المهمة وغير العاجلة الطريقة الأخرى وهي طريقة صندوق إزنهاور وهو مربع يتكون من أربع مربعات يحدد فيها مهمة مهمة وعاجلة ومهمة مهمة وغير عاجلة وقير مهمة وعاجلة وقير مهمة وغير عاجلة إذن ويقوم مدير المشروع يوضع المهام حسب الأولويات حسب الطرق المتبعة بدأت إحدى الجهات مشروعا ولم تحدد له مديرا ولا موعدا نهائيا ما المرجح أن يحدث؟ إذن بدأ مشروع لا يوجد للمشروع لا مدير ولا يوجد له موعد نهائي عدم وضع مدير مشروع معناها عدم وضع خطة المشروع وبذلك يصعب تحديد النطاق تجاوز المشروع حدود الميزانية المخصصة عدم تحديد المخاطر والمشكلات عدم تتبع سير المشروع يتم صدار تقارير قير دقيقة لأصحاب المصلحة تعيين أشخاص قير قادرين على إنجاز المشروع هذا في حالة عدم تعيين مدير للمشروع أما إذا لم يحدد موعد نهائي للمشروع لن يستطيع تسليم المشروع في الوقت المحدد عدم انضباط فريق العمل زيادة أعمال عن الإمكانيات المتوفرة التأجيل والمماطلة في المشروع لأنه بسبب عدم وجود موعد نهائي عدم معرفة كفاية موارد المشروع للانتهاء في الوقت المحدد عدم تحديد مدة لكل مهمة إذن عدم تحديد الموعد فلن يستطيع أصحاب المشروع الوصول إلى المنتج النهائي في الوقت المحدد ما الفرق بين المعلم الرئيس والموعد النهائي تعرفنا في المشاريع أن يوجد هناك معلم في كل مشروع مثلا في بناء المنزل بناء الأعمدة يعد معلم رئيس للمرحلة الأخرى اللي هو صب الأسقف مثلا إذن المعلم الرئيس في المشروع هو نقطة تمثل حدث الرئيسا في دورة حياة المشروع وعند الوصول إلى المعلم ينتقل المشروع إلى مرحلة أخرى أما الموعد النهائي هو آخر وقت أو تاريخ في إكمال جميع مهام المشروع وفي مشروع المسرحية فإن الموعد النهائي لا هو العرض الأول إذن نتعرف على العلاقات المنطقية بين المهام نأخذ مثال في مشروع المسرحية هل يمكنكم البدء بالتمثيل قبل تحديد السيناريو ماذا تسمى العلاقة إذن تسمى العلاقة النهاية للبداية أنه لا يمكنك البدء بالتمثيل قبل تحديد السيناريو إذن عزيزي الطالب هذا السؤال ليش يدور لدى الطلاب هل يمكنكم البدء في اختبار القدرات العامة قبل الصف الثاني ثانوي وماذا تسمى العلاقة بين الحدثين إذن هل تستطيع اختبار القدرات العامة من أول ثانوي مثلا؟ إذن لا يمكن الاختبار قبل الصف الثاني ثانوي تبدأ أول محاولة من الصف الثاني إذا فإن العلاقة المنطقية هي البداية للبداية إذن مع بداية الصف الثاني ثانوي بإمكانك البدء بأول مرحلة من مراهل اختبار القدرات العامة إذن الهلاقة البداية للبداية إذن اختر الإجابة الصحيحة المشروع المشروع أحسنت له نقضة بداية ونهاية واضحة تتشكل عناصر مثلة إدارة المشروع من تعرفنا عناصر إدارة المشروع وهي النطاق والزمن والتكلفة أحسنت والأطراف المعنية الأطراف المعنية تقدم الملاحظات والتقذية الراجعة مصطلح التكاليف المتغيرة يوجد لدينا تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة والتكاليف المتغيرة هي المواد المستخدمة في الإنتاج شكرا لكم الحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته